موسيقى مشاهدين اهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برناميكم صحتك حلقتنا النهاردة بعنوان تبخير الغضروف ناس كتير بتعاني من انزلقات الغضروف متعدد أسبابها لكن النهاردة هنتكلم عن الأسباب المتاح فيها العلاجات الحديثة نهاردة نتكلم عن التبخير الغضروف إحدى العلاجات الحديثة اللي بتقدمها الطب بتكنولوجيا عالية جدا نقدر نشفي أو نعالج الغضروف تماما نهاردة معي ومع حضراتكم عن هذا الموضوع دكتور أرمية محسن رئيس قسم علاج الألم التداخلي بمستشفى جراند ومؤسس عيادات باينلس حاصل عن ماجستري علاج الألم التداخلي بكلية الطب الأسر العيني جامعة القاهرة فاصل قصير نبدأ حوالنا مع دكتور أرمية خليكم معنا موسيقى مستشفى جراند دكتور أرمية محسن رئيس قسم علاج الألم التداخلي بمستشفى جراند مؤسس عيادات باينلس وماجستير علاج الألم التداخلي كلية طب أسر العيني جامعة القاهرة عنوان مستشفى جراند 177 شرع العروبة أمام البوابة الرئيسية للكلية الحربية صلاح سالم مصر الجديدة القاهرة تليفونات عيادات باينلس 012-122-29-024 أو 012-122-29-025 فيسبوك إرمية محسن شفيق مستشفى جراند هي مستشفى متكاملة بتقدم جميع الخدمات الطبية في كل التخصصات عندنا رعاية مركزة وحضانات وطوارئ ورعاية أطفال ودي حاجة احنا بنتميز بيها عن أي مكان دي رعاية الأطفال رعاية بتخدم الأطفال من سن 6 شهور لحد 12 سنة موسيقى وستشفى جراند أحدث الأجهزة الموجودة من أجهزة التنفس الصناعي من الحضانات من الأجهزة العلاج الضوئي وجود الاستشاريين على مدار 24 ساعة لدى العناية بالطفل والعناية بحضراتكم في حالة سؤالكم على أطفالكم موسيقى جراند مستعدة لتقديم خدمة طبية متكاملة للأطفال مش بس الأطفال حديثي لولادة لكن كمان خدمة رعاية مركزة حتى سن 12 سنة بالإضافة لفريق من الاستشاريين في مختلف خصوصات طب الأطفال لتقديم خدمة عيادات وطوارئ واستقبال على مدار الساعة لتقديم خدمة متميزة كمان لو عندنا طفل بيعاني من مرض السكري بنقدر نتابعه في العيادات الخاصة بمرض السكري عن طريق الاستشاريين وهم أساتذة في الجامعات المصرية أساتذة في طب القصر العيني وجامعة عين شمس من أهم عامل نجاح عمليات جراحات السمنة المفرطة المستشفى اللي بنشتغل فيها لازم تكون المستشفى اللي العيني بيعمل فيها العملية مجهزة على أعلى مستوى من أول قضة العمليات وتجهيزاتها دكتورة تغدير لازم المستشفى يكون فيها بنك دم يكون فيها رعاية مركزة ما بنحتاجش الحاجات دي خالص لكن مهم جداً تبقى المستشفى جاهزة دائماً المريد السمنة المفرطة دوت بنقول لعمليات ديت عمليات السهل الممتنعة عمليات سهلة وبسيطة ما بناخدش من 30 إلى 45 ديئة أو قطة العمليات لكن عشان نوصل لمعدل الأمان التام اللي هو 99% لازم نكون المستشفى اللي بنشتغل فيها مجهزة على أعلى مستوى فاحنا عندنا في المستشفىات كلها اللي بنشتغل فيها للمستشفى هنا نحن بمجهزة بأحسن قوض عمليات التغذير على الأعلى مستوى العمليات في مستشفى جراند عندنا مجهزة بكامل التجهزات كل الأجهزة اللي محتاجينها لكافة الجراحات البسيطة والمعقدة موجودة في عندنا أجهزة مناظير فيه أجهزة أشعاع تدخلية أجهزة التغذير على الأعلى مستوى احنا هنا في مستشفى مجهزة أن احنا نقدر نعمل كل العمليات اللي تخص كافة التخصصات الجراحية جراحة عامة، جراحة سمنة، نسا وتوليد، جراحة مخ وأعصاب، جراحة أطفال، جراحة عظام، جراحة مسالك احنا عندنا كل التخصصات في المستشفى العمليات المجهزة لأي نوع عملية بمختلف الأليات ومختلف الأدوات لأي جراح ممكن يكون محتاجة من الحاجات المميزة جدا في مستشفى جراند هي الوحدات المتخصصة ودي وحدات بتقدر تقدم خدمة متكاملة للمرضى المختلفة منها مثلا وحدة السكري ودي واحدة بتعالج مرضى السكري من أول الاكتشاف المبكر للمرض مرورا برحلة العلاج مدى الحياة لمرضى السكري ومنها التخصصات المختلفة اللي بيحتاجها مريض السكري زي تخصصات الأوعية أو تخصصات الكلا والرمض وخلافة عندنا في المستشفىات كلها اللي مششار فيها للمستشفى هنا نحن مجهزة بأحسن قوضة عمليات التغذير على الأعلى مستوى معانا البكة بكله زي ما بنقول الرعاية المركزة موجود بانج الدم موجود معانا التمريض محترف مخصوص لجراحات السمنة لازم عشان تضمن نجاح عمليتك لازم تكون بتعملها في مكان آمن عشان تقدر تضمن أن انت تقدر لـ 24 ساعة بتاعت العملية وتخرج بسلامة من غير أي مشاكل أو أي مضاعفة من الحاجات اللي بتميز مستشفى جراند هي موقعها المتميز المستوى الفندوق العالي التجهزات الطبية المتكاملة والخدمات الطبية المختلفة في كل التخصصات الطبية مع فريق طبي من أسازة الجامعات والاستشاريين في كل التخصصات عندنا غرفتين عمليات مجهزين وغرفة إفاقة ده غير القسم الرعاية المركزة اللي عندنا اللي بيحتوي على 12 سرير لعينين أو لمرضى الرعاية المركزة واستعداد المستشفى لنهاي تتعامل مع أي حالة من حالات الطوارئ وجهزيتها أنها تستقبل أي عيام في أي وقت سواء مهما كانت حالته أو خطورته احنا على تامر ساعة ده هنستقبله 24 ساعة 7 ايام في الأسبوع مستشفى جراند بيفرق معنا جداً أن المريض بتاعنا يطلع يقول علينا أن احنا أخدنا أحسن خدمة بأحسن مستوى وبعالة تكلفة ممكنة يمكن دايماً بنسمع من المرضى أنه إحنا خايفين نتعالج في مستشفى خاص لارتفاع التكلفة وفي ظل الظروف اللي احنا فيها بنقدر في مستشفى جراند أنه المريض يتفاجئ بأنه أخد أحسن خدمة مع أحسن دكتور بأحسن مستوى فندوقي وأحسن مستوى خدمي وطبي ينفعه وكل ده بتكلفة وليلة جداً أهلاً بيكم في مستشفى جراند مشاهدين على ما حضرتكم معنا حلقة جديدة ومهمة الحياة جداً عن الانزلاق الغدروفي أو فكرة الغدروف أصلاً في جسم الإنسان السليم واللي حصل فيه مشكلة بسيطة ممكن تؤدي لي أو بتسمى بيه الانزلاق الغدروفي إيه هو الانزلاق الغدروفي؟ الشكل السليم للعمود الفقري بفروض يكون عامل إزاي؟ لو حصل الانزلاق ده بيكون إيه تبعيات؟ نحن نتكلم على موضوع في غاية الأهمية وأيضاً طرق علاج حديثة في هذا اليوم معنا ومع حضرتكم ضفنا الكريم دكتور أرمية محسن رئيس قسم علاج الألم التداخلي مستشفى جراند ومؤسس عيادات بينلس وماجستير علاج الألم التداخلي كلية طب أصل العيني وجامعة القاهرة براحب بحاجة دكتور أرمية مشرفني جداً يفهد من النهاردة أظن حلقة النهاردة مهمة لأن فكرة الانزلاق الغدروفي أو المشاكل التي تحصل في الظهر أصبحت شقيعة لدركة كبيرة يا دكتور أرمية يعني كنا نشوفها زمان أنا أتذكر يعني زمان مثلاً ما قلوا لي مثلاً خالك أو عمك حد كبير في السن معدل خمسين أو ستين سنة حصل له مشكلة في ظهره كنا نشوف أن دي حاجة يعني مرض لكبار السن يعني ممكن نقولها كده لكن دلوقتي بنا نشوف الناس عندها تلاتين سنة واربعين سنة وعندهم انزلاقات أقل كمان دكتور أرمية هنحبط النهاردة يا دكتور أرمية واسعد بشكل كبير ولا هل ما كانتش مكتشفة زمان ولا هل العادات بقت مختلفة الحقيقة حاجات كتير أريد أن نتكلم أحاك فيها النهاردة حابب نبتدي به الأسباب وقبل الأسباب كمان نعرف الشكل السليم للعمود الفقري إيه إيه الشكل حقيقة تقول التشريح المزبوط اللي ربنا خليقنا عليه والمفروض يكون عليه وبعدها نتطرق ليه إيه المشاكل اللي ممكن تحصل أو الأسباب أو المسببات اللي ممكن تغير من الشكل الطبيعي والتشريح العمود الفقري هو أهم حاجة في تركيب الجسم لأنه ده العمود اللي بيطلع عليه كل جسم الإنسان لو حصل فيه أي مساس المبنى ده ده الحجر اللي مبني عليه البيت كله فلو حصل فيه أي تغيير بيأثر على الجسم بالسلب والإيجاب العمود الفقري مجموعة من الفقرات عشان كده اسمه العمود لأنه متسلسل ورا بعضه بيشبه شكل العمود وفقري لأنه مكاوم من فقرات وإحنا كائنات فقرية والكائنات المخلوقات اللي ربنا خليها بتصنف إذا كان فيها فقاري أو غير فقاري ده يؤكد قد إيه هما ده حجر للأساس إذا كان الكائن ده فيه فقرات ولا ما فيهوش الفقرات دي بيبقى بينها غضاريف اللي هي بتسمح بالحركة ما بين الفقرات بشكل سلس وتمنع الخشونة والتآكل والالتهاب في الفقرات نفسها ما بين الفقرات دي أو جوه الفقرات بتبقى مجوافة ومفرغة بيعدي فيها حبل طويل شوية أو كابل رئيسي كده اسمه الحبل الشوكي اللي بيطلع الأعصاب اللي تغذي الجسم كله وكل عصب من دول رايح لعضلة من العضلات فلو حصل اختناء لأي عصب على مدار الممر ده كله بيسمع بألم في العضلة اللي بيغذيها العصب اللي طالع من المكان ده التركيب اللي أنا قلته بالشرح ده يوضح إيه المشاكل اللي ممكن تحصل في العمود الفقر لو الغدروف أو المادة الجيلاتينية اللي ما بين الفقرات تآكل والفقرات قربت من بعض بيحصل احتكاك ما بين الفقرات فالعيان يعاني من مشكلة شهيرة وبتسبب ألام لناس كتيرة جدا تسمى بخشونة والتهاب مفاصل الفقرات لأن الفقرات نفسها والعضم بيبتدي يقرب من بعضه ويحك في بعضه ويخبط في بعضه فيعمل الالتهابات والخشون طبق الليينة اللي بينهم وبين بعض قلت وسجرت في الحجم أو تأكلت أو تركبها اختل فالعضم يقرب من بعضه فالمفاصل بتاعة العضم ده لأن الفقرة عبارة عن جسم وبروسس أو نتوء عضمي لليمين والشمال والورا فيبتدوا يحكوا في بعض فيما يسمى بالتهاب وخشونة مفاصل الفقرات فأدي مشكلة ممكن تحصل في العمود مشكلة أخرى أن الغدروف المادة الجيلاتينية دي ما يتأكلش إنما يخرج من مكانه فيضغط على الحبل الشوكي أو يضغط على الأعصاب اللي بتغزي العضلات ده ساعتها بيسمى بالانزلاق الغدروفي وليه درجات مختلفة وكلما العلم بيتقدم بنقدر نقسم درجات الانزلاق الغدروفي لدرجات مختلفة فاتباعا نقدر نوصل لتقنيات وطرق مختلفة في علاجه لأنه جرى العرف أنه الانزلاق الغدروفي ده بيتعالج لما بنشخصه لأنه كان بيصعب علينا تشخيصه قبل كده زمان لما بنشخصه بنبتدي نوجه المريض للراحة أو الدوائي أو العلاج الطبيعي ولو فشلوا نوصل معا للحل الجراحي لقينا أنه مع تقدم التكنولوجي والتقدم العلمي في المجال التكنولوجيا التكنولوجيا لما بتدخل الطب بتعمل تفارات كبيرة جدا 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 فحطينا سكوب كبير من الحالات أكتر من 90% من الحالات اللي عندها مشاكل زي الانزلاق الغدروفي النهاردة وبيفشل معاها العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي نقدر نعالجهم بالطرق التداخلية المحدودة ومن هنا ظهر التخصص بتاعنا اللي هو علاج القلم التداخلي وده عشان أقربوا للناس مقارب جدا لفكرة الأسطرة في القلب زمان كان المريض اللي بيعاني من مشكلة في أمراض القلب بياخد دواء وبيعمل علاجات دوائية لو فشل بيعمل عملية قلب مفتوح يعني يفتحوا صدره ويدخلوا لحد قلبه ويصلحوا أي مشكلة بشكل جراحي النهاردة برضو أكتر من 80 أو 90% من مشاكل القلب بقي بتحل عن طريق الأسطرة ووصلنا النهاردة وده حاجة حديثة نوصلنا لها أن احنا نقدر نعمل تغيير كامل لصمامات في القلب بالأسطرة بدون جراحة بالمثل الغدروف بقينا نقدر نعالج نوعيات ودرجات مختلفة منه بطرق بسيطة طرق ما فيهاش الحل الجراحي اللي محتاج تخدير واللي محتاج شق جراحي واللي محتاج هسبتاليستي طويل أو إقامة في المستشفى لفترة طويلة أو بيدري كامبنسي ورقدة في السرير لفترة طويلة كل الحاجات دي خلاص يعني بنحاول نتجنبها ولكن تظل الجراحة لها حالتها وبنحتاجها في بعض الحالات طبعا احنا بنقول 90% من العيانين النهاردة نقدر نعالجهم بطرق بسيطة وسهلة وما فيهاش مشاكل وده فتح لنا مجال مهم انه عيانين كتير من كبار السن ومن الناس اللي عندهم تقدم في السن وأمراض مزمنة وأمراض كبيرة عنده مشكلة في القلب والسكر وما ينفعش يتخدر هو لازم له عملية بس ما ينفعش عمل عملية عشان سنه كبير أو عشان عنده أمراض وقفاني عن العملية عشان حتى العيان خايف ورافض العملية وده حق أصيل العيان انه هو يقول انا خلاص عرفت ان انا محتاج عملية بس انا رافض فالعيان اللي من النوع ده بقينا نقدر حتى لو هو محتاج حل جراحي نوجهه لانه يعمل حاجة اسمها حل تسكيني أو palliative treatment علاج تسكيني طلطيفي انه يعيش لوقت معين سنة أو سنتين بدون ألم وفي نفس الوقت بدون احتياج للمسكنات تعرف انه خمسين في المية من المرضى اللي بيعانوا من فشل كلوي وبيلجأوا للغسيل الكلوي هم السبب في ده drug abuse أو non-steroidal abuse المسكنات استخدام مفرط للمسكنات بيوصل الناس للفشل الكلوي فانا بدل ما اخد أدوية عشان انا بهرب من الجراحة لأ انا ممكن اعمل علاج تلطيفي يسكن الوجع لمدة معينة من سنة لسنتين علشان اوصل بالعيان بتاعي انه عايش pain free life لمدة معينة ولما يتعب تاني نعيد نفس الإجراء تاني وهكذا ونبعد عن الحل الجراحي ونبعد عن خطورة المسكنات في نفس الوقت ده تلخيص سريع للقصة كلها والتخصص وليه احنا النهار اللي بنتكلم فيه مشكورك طبعا يا حميك يمكن انجز يعني اوجزت لنا فعلا الفكرة بتاعت كل ما يدور ناحية ازيان حتى سيدا مشاهدين على الغضروف وإيه اللي بيحصل في الغضروف وإيه المشاكل اللي ممكن تنتج عنه وفعلا حميك قلت المشاكل تنتج من خلال شكله التشريحي وقد ايه هو بيعمل وهي فكرة ان هو بيحمي العصب ممكن يضره في حالة مشاكل خلال فيه مزبوط الحاجات برضو اللي عايزين نفهم عنها اكتر وقبل ما ندخل يمكن فيه العلاجات والنهار ده جايين نتكلم بشكل يعني صريحة عنها يا دكتور قرمية فكرة الداياجنوز او فكرة ان انا اشخص هذا المرض امتى الشخص يحس بقلم ويحتاج ان هو يروح ويعمل كشف سواء كلينيكي او بالاشعاعات او الكشفات المطروحة في هذا المجال فكرة برضو العرض والتشخيص ايه الواجع او ايه الالم المعين اللي ممكن يبقى اليرتينج او مزعج او يخلي الواحد فعن عنده اللمبة الحمراء اللي اتنور تروح بسرعة لازم تكشف وتاخد اجراء قصة انا دايما بقول انه مشكلة كبيرة من او سبب رئيسي من اسباب انه الناس بيجلنا في مراحل متأخرة انه هما بيجلنا متأخر يعني قلت وعي او قلت وقت وانشغالات حياة ايا كان السبب ايه في الاخر من الاسباب الرئيسية لتقدم الحالات او انه الحالات بتيجي بشكل كبير يعني مفروض زي ما انا بقول لحضرتك انه 90% من العينين اللي يدخلوا عياتي طبقا للعلم ينفع يتعالجوا بطرق انترفينشنال بعيدا على الجراحة لكن فعليا النسبة اللي بحولها للجراحة اكبر من كده شوية اكبر من 10% ليه لانه الغالبية العظمى جالنا متأخر اوه هو جاله انزلاق صغير قدر يتعامل معاه بعض المسكنات سكت على نفسه مراحش للنصيحة الطبية فحصل تدهور في الحالة لانزلاق زاد مع الوقت مرة واحدة لقى انه الغضروف كبير ومحتاج جراحة ومفيش حالة تاني فدائما اللي بيفرق عيان عن عيان هو الوعي وانه يتحرك بدري والقلم مش موجود علشان نسكته هو ربنا حط لنا جهاز انذار في جسمنا علشان يحركنا انه اول ما حس بمشكلة اطلب النصيحة الطبية فانا مش عندي جهاز انذار علشان كل شوية يعمل ميوت وقاعد ساكت سكته كده على جنب لا هو جهاز انذار اشتغل لازم اروح للشخص المتخصص اللي يقول لي هو اشتغل ليه وازاي نلحق الموضوع اللي بيحصل لانه مش دايما الانزلاق على فكرة بيجي بأعراض كبيرة وفي تفاوت كبير بين الناس في درجة تعبيرهم وإحساسهم بالقلم الـ pain tolerance ده فارق وبيفرق كتير قوي بين الناس انا ممكن الاقي بنوتة صغيرة عندها ديسك كبير جدا وضاغط بشكل كبير قوي على الحبل الشوكي وجاية لي العيادة بأعراض بسيطة قوي اعمل الرانين الماغناطيسي او الفحوصات اللي بطلوبها اتفاجئ بحجم غدروف مرعب وممكن حد الراجل مثلا بيشتغل شغلانة عنيفة وبنيته الجسدية قوية جدا وكل حاجة فيه زي الفل وعنده أعراض شديدة قوي وداخل العيادة مش على بعضه وبيتنطط والألم يعني مدمره جدا اعمل فحوصاتي اكتشف انه غدروف صغير قوي فحجم الغدروف مش دايما بيبان من الأعراض ولا بيبان من هيكل الإنسان أو الشخص اللي داخل علي بالعكس فيه مبين الناس كبير قوي 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 هنا يجي السؤال برضو دكتور مي يعني اسف الوقتها كان بحاجة بس فكرة ان احنا النهاردة بنعالج ألم بنعالج عرض ولا لا خلاص لو فيه مشكلة هنقدر نعالج لا طبعا احنا البينلس اللي هادت تأتي اسمها لعلاج أسباب الألم احنا مش بنعالج الألم احنا مش بنسكته وبنعمل ميوت انا ده اللي بحذر الناس من انا بحاول دايما نعرف المشكلة فين من جدرها ونحل المشكلة الاساسية يعني العيان اللي عنده انزلاق غدروفي كل درجات الانزلاق النهاردة ايا كانت ايه ليها حلول جزرية سواء عن طريق العلاج التدخلي او عن طريق الجراح مفيش غدروف ملهوش علاج النهاردة فلا احنا بنعالج طبعا الألم وبنوصل بالعيانين بتوعنا لمراحل للشفا اللي بيتمنوها دايما بس ده بيحتاج تشخيص دقيق وهاند سكيلز عالية وتعاون من المريض المسلس ده لازم يبقى مكتمل طول الوقت يعني ايه؟ يعني ماينفعش يبقى المريض بتاعي محتاج راحة مثلا وانا بحاول معاه بالطرق التدخلي المحدودة ومستني نتيجة طيبة لا يبقى لازم هنا اعمل categorization وقسم العينين بتوعي بشكل دقيق واحنا عندنا العيادة فيها يعني اكتر من دكتور ومراحل تشخيص مختلفة وفي عيادة واحدة المريض بيتعرض عليها وبيتعرض على دكتور العزام وبيتعرض على دكتور المخ والاعصاب وبيتعرض على دكتور العلاج الطبيعي وبنعمل конسولتو ومعنا روماتولوجي بنحاول كلنا نشتغل بمبدأ الكونسولتو علشان نوصل لتشخيص لانه العيان دايما المصري بيجي لنا عيني خلصان هو راح لدكتور علاج طبيعي قال له ده غضروف هرده هرجعه لك مكانه وراح لدكتور جراحة قال له لا ده غضروف كبير محتاج جراحة وراح لدكتور علاج ألم قال له هعمل لك إجراء تدخلي زي التردد الحراري أو الشفط أو التبخير أو أيا كان وراح لدكتور تاني كتاب له علاجه قال له ارتاح في البيت فهو مش عارف يسمع كلام مين صحيح وبيقعد رحلة طويلة من سنتين لثلاث سنين وبنسمع يعني أنا بيجي لي ناس العادة أنا تعبين بالي عشرين سنة بلف على دكاترة وأعداد دكاترة غير طبيعية وده طبعا مصاريف وتكاليف وحاجات كتيرة جدا فاحنا بنحاول نجمل ده فإنه في كونسولتو واحد أنت بتيجي تطرد على كل دكاترة فكلنا بنوصل لقرار بالإجماع أنه التشخيص بتاعنا كذا العلاج بتاعنا بالطريقة الفلانية فالضلع الأساسي الأول في العلاج هو التشخيص شكل سليم الضلع الثاني هو أنه الدكتور اللي بيعمل الإجراء بقى لو دخلنا في مرحلة الإجراء أو إجراء حيكون دكتور كف وعنده من الخبرة ما يكفي وعنده من شهادات المرضى بتاعته ما يكفي أنه مؤهل لأنه يعمل الإجراء ده بالطريقة دي فيوصل مريضه للشفا لأنه ممكن أدخل أعمل شفط مثلا وتبخير الغدروف اللي هنتكلم عنه النهاردة بس ما عملهوش بشكل سليم أو كامل أو أسيب ريميننت من الغدروف فالعيان يفضل في نفس المشكلة زي ما هو فده عامل مؤثر ومهم جدا نيجي للضلع الثالث أنه العيان يلتزم بتعليمات ما بعد الإجراء طبعا كتير من الناس بيبقوا يعني رفضين هذه الفكرة أنا جيت لدكتور كويس رحت مستشفى كويسة عملت الإجراء المزبوط أنا بقيت كويس بكمل في حياتي زي ما أنا فنفس المسببات أو الحاجات اللي وصلتني قبل كده لأن أنا عندي نزلات غدروفي برجعها حياتي تاني وبعيش حياتي بنفس النمط اللي وصلني للنتيجة دي فبترجع كل حاجة تاني ما فيش التزام باللايف ستايل موديفيكيشن ما فيش اللي هو تغيير نمط الحياة ما فيش التزام بالعلاج الطبيعي اللي بنوصفه بعد الإجراء ما فيش التزام بالعلاج الدوائي كل ده ممكن يرجعنا تاني لنقطة الصفر فإنك تكمل الرحلة لو تعمل الدور اللي عليك بعد ما الدكتور يعلجك ده جزء أساسي ومهم جدا من العلاج الحاجات برضو اللي عايزين نعرف محاك يعني لما يجيلك هذا المريض اللي عنده ألم أو تعب هل بغرض الفحص الكلينيكي الفحص في العيادة كافي ولا ساعات بيحتاج أشعات أو تحاليف يا حاجات معينة زي مثلا طبعا الأشعات الكتيرة المعروفة يعني رانين مغناطيسي وما إلى ذلك هل ده متطلب في حالات معينة ولا في كل الحالات كده كده لازم نعمل رانين مغناطيسي على غضاريف بص إحنا عندنا الثلاث حاجات ماينفعش نتنازل عنهم في أي عيان علشان نوصل لتشخيص سليم رقم واحد إنه العيان يتسمع كويس ويقول كل اللي عنده ويعبر عن مشكلته بكلماته هو ونركز في كل كلمة بيقولها فده جزء مهم جدا من علاجه بيبتدي من عند المنطقة دي يعني مش بس بعد العلاج كمان يلتزم كمان حتى في لا في الفحص الأولي أول مرة بشوف فيها العيان لازم نسمعه يعني إحنا لازم العيان يقول كل كلمة ويقول كل وصف إنه ممكن العيان يعني في ثانية يرميلك كلمة فوسط كلامه وتوديك من تشخيص لتشخيص تاني خالص فإنك تسمع العيان دي حاجة مهمة قوي 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 الفحص الكلينيكي وإيد الدكتور على العيان والكشف عليه ومطبئة الكشف مع الكلام اللي العيان قاله وده أمر فيه غاية الهمية والفحصات اللي بتضطرب حسب الشكوى والفحص الكلينيكي أنا ماينفعش أطلب يعني عيانين مثلا كتير يبعتولنا أنا جاي يكشف وأقولولي الفحصات اللي عايزينها مني قبل مايكي ما بنعرفش نعمل كده لازم تيجي ولازم أشوف إحنا تعودنا على نمط الحياة السريع فعايزين كل حاجة بسرعة عايزين كل حاجة في جلسة واحدة بالزبط دي هو الطب أو الدكتور أو العيادة ده مش سوبر ماركت مش مكان أنا رايح أتعامل معها على أني هاخد سيرفوس أنا دافع رقم فهاخد الحاجة اللي أنا عايزها ومشيت لا لا خلاص الموضوع والكونسبت ما بيقاش ببني كده أنا باجي العيادة بتكلم مع الدكتور بالشكل التقيقي بص حتى الآي آي النهارة يعني الزكاة الإستماعية وكلام ده مش قادر يحط بديل للدكتور والفحص الكلينيكي إحنا ممكن الآي آي أقصى حاجة قادر يوصل لها دلوقتي إنه يعمل حاجة زي عيادة تحضيرية لما قبل الكشف مع الدكتور ويوجهك إنك تعمل مجموعة فحصات معينة أو كده وبيقول لك إنه لما تعملها وتروح الدكتور ممكن يقبل حاجات منها أو يرفض حاجات منها أو يزود حاجات عليه لأنه ما فيش حاجة زي إنه بني آدم يتواصل مع بني آدم ويكون البني آدم ده عنده خبرة معينة في تخصصه ومن خلال خبرته دي يطلب فحص معين أو يطلب أو يروح في تشخيص معين ويعالجك بطارية معينة فالشكل التقليدي للعيادة ده مش هيتغير أبدا وده أساس في علاج أي مريض مشكورك دكتور عامير طبعا أنا دايما نتكلم عن الموضوع ده في الحياة في كل حلقاتنا إن الطب مش جنرل مش عام لكن هو طبعا تيلر ميت أو تفصيلي لكل شخص كل حالة مختلفة عن الحالة الأخرى زي ما حكي قلت في حالات ممكن عندها أمراض مزمنة زي سكر ضغط حاجات زي كده العمليات اللي هي مختلفة حتى لو نفس العمر ممكن يكون فيه اختلاف في نوع المرض هل يستم كمالين مع حضرتك والنهاردة هنتكلم أكتر زي ما حكي قلت على فكرة تبخير الغضروف إيه الأنواع العلاجات الحديثة اللي طرحتها في هذا المجال بس ناخد فاصل قصير مع سيد المشاهدين مع حضرتك ونرجع نكمل كلامنا تانية خليكم معنا مشاهدين أعلى بحضرتك مرة تانية رجعنا لكم مكملين كلامنا وحلقتنا الضرورية والمهمة جدا عن الغضاريف المشاكل اللي ممكن تحصل للغضروف وتكلمنا عن أسبابها وأيضا زي نشخصها وكمان هنتكلم عن طرق علاجها معي ومع حضرتكم الغني عن التعريف دكتور أرميام حسن رئيس قسم علاج الألم التداخلي بمستشفى جراند ومؤسس علاجات باينلس وماجستير علاج الألم التداخلي بكلية طب أسر العيني جامعة القاهرة برحب بحاجة مرة تانية دكتور أرميام مشرفني فاندم جدا النهاردة شهر تليم يمكن يعني لخصتنا كلام كتير قوي في جزء قوي من حالتنا النهاردة فهمنا أكتر عن الغضريف عرفنا أهميتها وعرفنا كمان المشاكل ممكن تحصل وتنتج عنها وممكن تمس الأعصاب وتعمل طبعا تسمع ويمكن في أجزاء مختلفة من الجسم وما إلى ذلك فكرة نحن ناخد بالنا كمان في وقت مبكر عشان نلحق نتغلب على المرض بشكل كامل وده اللي كمان وصلنا له مع الطب الحديث والتكنولوجيا الحديثة اللي بنقول النهاردة هي أبسولوتي يعني ممكن فعلا تنهي تماما عن المشاكل والأمراض فما نستناش لغاية الثقافة بتاعتنا المصرية اللي بنوها نعود لغاية very late stages أو مراحل متقدمة جدا يبقى صعب عليها علاجها خليني أبدأ مخاياك نهاردة العلاج واللي يمكن أساس لحلقتنا النهاردة وهو يعني يمكن العنوان لحلقتنا النهاردة عن تبخير الغضروف إيه تبخير الغضروف؟ إيه العنوان ده أو إيه فكرة التريتمينت أو العلاج بتبخير الغضروف؟ هو الفكرة برضو بتبقى قائمة على إن إحنا نفهم حاجتين إيه هو التكوين الأساسي للغضروف بيتكون من إيه والانزلاق الغضروفي اللي إحنا شايفينه ومشخصين ووصل لأنه مرحلة عشان نختار إنه التقنية دي أو الطريقة العلاجية دي فتنج للعيان ده مزبوط رقم واحد الغضروف بيتكون من حاجة اسمها أنيولاس فيبروزس ونيوكلياس بالبوزس الأنيولاس فيبروزس دي مجموعة ألياف بشكل بسيط جدا حوالي 15 ل 20 حلقة ليفية وداخلها حاجة اسمها نواة الغضروف أو نيوكلياس بالبوزس وده عبارة عن حاجة أمية لتركيب المية بس هي جيلاتينس أو جيلاتينية ولكن مش جيلاتين جامد أوي لا هي شبه المية شوية الغضروف ده السافة بتاعته مش عالية السافة بتاعته مش عالية أو لزوجته مش عالية أمية لتركيب المية فالغضروف بتاعنا مكون من حاجتين ولما بيحصل مشكلة انزلاق غضروفي بتحصل مشكلة في حاجة من الاتنين دول يأما الألياف اللي برا دي تتقطع وتتفتح والغضروف يطلع النواة تطلع من مكانها يأما النواة من جوه تزق الألياف لكن الألياف ما تتقطعش ويطلع نتوء النوع التاني ده هو اللي ينفع معنا تقنية زي تقنية التبخير الغضروف أو شفت وتبخير نواة الغضروف ده المسمى الدقيق لها البلازما كوبليشن and كواجيوليشن طيب ده بنعمله إمتى بقى لأنه نوع من الحالات زي ما قلتلك لازم يبقى الغضروف بتاعنا بيتمتع بتلات أشياء رقم واحد أنه يبقى يعني لما أعمل الرانين المغناطيسي أو أشاعة الـ أشوف أنه الغضروف بتاعي مازال المية بتاعته جواه رقم اثنين يبقى المية دي صحية لأنه ممكن يبقى المية جوه لكن السودت أو بقت غير صحية أو فقدت جزء التركيب والـ بتاعها فالتقنية مش هتنفع فلازم أشوف الغضروف لونه مبيض وطالع منه نطوء لكن الحلقات اللي حواليه مقفولة وهو وفي مكان ولازم المريض بتاعنا تبقى المسافة اللي ما بين الفقرتين اللي حاصل ما بينه والانزلاق الغضروفي مش أقل من تلتين المسافة الطبيعية علشان ما يكونش المريض بتاعنا بيعاني من تزحزح فقاري فبالتالي لو عملتله شفت وتبخير نواة الغضروف ممكن أدخله في مشكلة تزحزح فقاري من درجة أبعد فيبقى محتاج يدخل في أو يدخل في مشكلة وتحتاج إلى تثبيت للفقرات بشرايح ومسامير فالمحاولة بتاعتي أن يجنبوا الجراحة وصلت به لأنه محتاج جراحة فدول تلت شروط أساسية لازم يبقى موجودين في الغضروف علشان أقدر أعالج المريض بالتقنية العلاجية اللي هي شفت وتبخير نواة الغضروف لازم معرفة نوع المرض جاي منين أو زي ما حاكم درجة الانزلاق وحجمه ونوعه هل هو انزلاق عادي ولا غضروف منفجر أو بنسميه كده الديسك ده يكون حصل فيه أفالجن أو انفجر اتفتح والجزء اللي طلع من الغضروف حر لما شفت النواة هيرجع مكانه تاني ولا وتخنق وبقى عامل زي الرقبة المخنوقة فلو شفتت من جوه النواة الجزء اللي طلع بره ده مش هيرجع مكانه تاني دي كلها معايير لازم أحطها كدكتور قدامي وأنا بفحص العيان وبشوف أشعاته عشان أقدر أتقرر التقنية العلاجية دي هتناسبه ولا مش هتناسبه ده الطريقة اللي بنختار بيها واللي على أساسها كمان مبني المنطق اللي بنعالج به العينين بالطريقة دي طيب ايه بقى التكنولوجيا اللي في الموضوع أو يعني ايه تبقيه للغضروف صحيح او زي بي تم كل حكاية ان احنا بتوجيه جهاز اسمه جهاز الأشعة التداخلية أو الرم فلوروسكبي في العمليات بنبقى شايفين العمود الفقري والغضريف وكل الكلام اللي احنا بنتكلم عنه ده فبندخل بإبرة الإبرة دي بتوصل جوه نواة الغضروف أول ما بوصل جوه نواة الغضروف أنا اعتبر انه ده الغضروف وصوابع ايدي دي هي الحلقات زي ما بنقول والحلقات كلها مقفولة وكويسة وما فيهاش شيء تالف أو مفتوح أو النواة وطلعها المكان هي النواة جوه بس جزء من الغضروف طلع بره المكان او جزء من الحلقات أنا بدخل بإبرة جوه نواة الغضروف نفسها وابتدي أعمل درجات حرارة تبخر المياه اللي جوه فكل ما بخر الجزء اللي طلع يبتدي يرجع مكانه تاني وبالتالي نريليز الضغط اللي على العصب ده فيديو دكتور المياه ده الضبط اللي أنا وصفته على إيدي إنه هنشوف دلوقتي كده الإبرة بتدخل ده ديسك طالع من مكانه ده يصعى العصب لكن الحلقات الخارجية مقفولة وفي مكانها ما انفجرتش وما تفتحتش دي الإبرة اللي بندخل بيها أو الحاجة اللي بنعمل بيها التبخير ده بلك رفعها زي الكوين أو زي حاجة أقل من سمك الكوين بكتير كمان يعني حاجة تماثل إبرة زي الإبر اللي بناخد بيها الحقن بندخل بقى زي ما حريك شايف جوه نواية الغضروف نفسها ونبتدي بالزبط نعمل الكوبليشن والكواجيليشن تبخير وشفط نبخر جوز ونشفط المياه اللي بخرناه نبخر جوز تكنوليش برضو مختلف دكتور المياه إن انت لو بخرت المياه لجوه هيرجع تاني برضو مش مفهومة الصورة واضحة جدا الفيديو واضح جدا لما ببخر النتوء بيرجع مكان أنا ببخر المياه فبحول المياه دي الووتر فيبر أو بخار مياه بعد كده بعمله شفط وكواجيليشن فبالتالي بنريليز الضغط أو بنقلل الضغط اللي على العصب والغضروف نفسه يبتدي يرجع مكانه حاجة فيري سمارت حاجة جهية جدا يعني السبب لي النتوء ده إن حصل ضغط على العظم نطلع على طول إنه الغضروف والفقرات ربنا خليقها بتستحمل ضغطات بدرجات معينة لما ضغط الجوه الغضروف ده يزيد عن درجة معينة بيبتدي الكميكال بونز أو الأربطة الكيميائية اللي بتربط النواب بعدها تتكسر والمية دي تتلف فتضغط على الألياف اللي برة وتزقها ناحية العصب فتغير الشكل التشريحي ولما تدوس على العصب ده بتعمل بقى في الظهر مثلا الحاجة الشهيرة بعرق الناسة وإنه أنا بحس بوجع في رجلي ومسمع لحد الساق وبيجي لي تنميل وكهرباء كل ده ألام عصبية نتيجة الضغط على العصب بنعرفها بالفحص لما المريد يقول العضلة دي بتوجعني نفهم إنه ده هيكون في الغالب انزلاق على المستوى المعين فبنطلب الرانين المغناطيسي نتأكد بقى بالرانين المغناطيسي دي من حجم الانزلاق ودركته وتركيب الغضروف ولسه في مكانه ولا طلع أكتر وهل فيه تزحزح فقاري ونقيم الحالة عشان نختار لها التقنية العلاجية المناسبة زي ما متفقين فيه تقنيات كتيرة جدا غير جراحية وفيه جراحة لكن التبخير واحد من التقنيات الغير جراحية بنعملها بإبرة بتدخل جوه نواة الغضروف نشفط النواة دي ببنج موضعي بمهدق بسيط مش بنج كلي مش محتاج وفي ولا حالة ممكن أكون محتاج العيام بتاعي عنده تسعين سنة ومركب والعامل القلب مفتوح ومركب دعمات وجاله جلطة قبل كده وعنده فشل كلوي وأي نوع من أنواع المشاكل اللي بتواجه المريض تمنعه من أنه يعمل جراحة من الجراحات الكبيرة نقدر نستبدل هذه الجراحة بتقنية سهلة وبسيطة زي شفط وتبخير شفط وتبخير طيب برضو من الحاجات اللي عايزين نفهم معناها أكتر يعني أكيد عادة في أي إجراءات تدخلية وغير عادة بيكون في حرص سواء أعمار معينة سواء حالات معينة بينفع ويتم فيها هذه الإجراء وممكن لا الحالات اللي احنا بنقول عليها يعني سهلة كده يعني بشكل مباشر نقول إن الحالة دي ينفع والحالة ما ينفعش زي ما قلت لحضرتك هو أولا لازم يكون الحالة فيها الكريتيري اللي أنا قلتها عن حجم الغضروف وحجم المسافة اللي ما بين الفقرات بعد الانزلاق الغضروفي وهل الغضروف ده انفجر ولا لسه ما انفجرش وهل الميا بتاعته مازالك كنتيند جوه الغضروف وموجودة في مكانها ونقدر نبخرها ونشفطها ولا لا كل دي كريتيريا اللي بتحدد الحالة من الناحية الطبية إذا كنت نفعلها ولا لا رقم اثنين كل الأعمار اللي عندها انزلاق غضروفي نسبها هذه التقنية أيا كانت إيه أيا كانت إيه حتى لو حد صغير أو حد عجوز مدام كمان بيتمش بنج كلي بنج موضعي بمهدقات بسيطة فما فيش ريسك خالص كأنك بتاخد حقنا زي ما قلت الريسك هازردز أو انه يحصل منها مفيش حاجة في الطب ينفع نقول عليها مفيش منها مخاطر ده إجابة غير واضحة وغير أمينة احنا لو بنركب كانيولة العيان وهنديله حقنا لازم ناخدها في المستشفى وتحت الإشراف الطبي عشان أقل إجراء ممكن يحصل منه مشكلة صحيح حتى أقل المشاكل أبسط المشاكل إنه يحصل نزيف أو عدوى أو هبوط في الدورة الدموية نتيجة خوف العيان التهاب في المكان اللي هندخل منه حساسية من الحاجة اللي بنستخدمها كل الحاجات دي بنبقى واخدينها في عين الاعتبار فدايما لازم المكان يكون مجهز بأعلى المعدلات اللي تمن أمان المريض وده يكمل المسلس حكي قلته يعني مش بس الجراح يكون شاطر وكده كمان المكان اللي هيكون يبقى مؤهل جدا جدا ويبقى فيه كل الكماليات إنه لو حصل أي حاجة مش فيهرب أو فيها نحلها بشكل قطع الحاجة التانية بالعكس هو شفت نواية الغدروف أو تبخير الغدروف ده واحد من الحاجات اللي بنقدمها في الطب كبديل آمن للمرضى اللي عندهم مشاكل تمنعهم من الجراح فهي تقنية ناسب الجميع بس لازم يكون متوفر عند الجميع أو الناس اللي هتتلقى العلاج بالتقنية دي الكريتيريا والاشتراطات اللي أنا قلت عليها كل الغدروف ينفع فيه هذا العلاج من أول الرأب يا دكتور أو فيه حاجات طبعا لا لا كل الغدروف أي غدروف أي غدروف طيب برضو من الحاجات عايزين نفهم أمها هي أي مميزاته يعني حقيقة النهاردة شرحنا حاجات كده عنه ما نقول بقى أي مميزاته فعلا الطبية عن يمكن بقية التقنيات الأخرى أولا أي حل غير جراحي هو أكثر أمانا من ناحية فيما بعد الجراحة أو أثناء الجراحة نفسها طبعا هو أكثر أمانا وأقل خطرا على المريض بكل ما تحمله الكلمة دي من معنى سواء أنه زي ما قلت الحريك العيان يحصل له نزيف أو عدوى أو حاجة مص العصب لقدر الله أو مكان الجراح نفسه بعد العملية يحصل فيه مشكلة كل الكلام ده مش موجود تاني حاجة هو مش بيحتاج بنج كلي فبالتالي المريض أقل عرضة أو أقل احتمالية للتعرض لمخاطر البنج كلي المختلفة اللي ممكن يتعرض لها أي مريض تالت حاجة الهوسبتالستي أو الإقامة في المستشفى إقامة نهارية العيان بيروح في نفس اليوم كأنه معالش حاجة رابع حاجة مفيش جرح ومفيش غيار ومفيش مشاكل بتواجه المريض بلاستر كده بلاستر وبيشيله تاني يوم وبياخد شهر وخلاص الموضوع خلص خامس حاجة أنه يقدر يعاود العمل أو الحياة الطبيعية كاملة بعد ثلاثة يام من الإجراء يعني بننسح هو ما عندهش مشكلة خالص بننسح فقط بالراحة السلبية لمدة من يومين لثلاثة أيام وبعد كده يقدر يرجع حياته الطبيعية يجي لنا في المتابعة بعد أسبوعين نوجهه للعلاج الطبيعي التأهيلي اللي قلنا مهم جدا دوره علشان يقوي العضلات المحيطة بالعمود الفقري ويقلل الضغط على الغضروف فيسمح بأنه الموضوع ده ما يكررش تاني لكن البيتريكمبنسي أو الراحة في السرير مش لفترة طويلة وما بيتحاولش لواحد يعني عاجز أو مش قادر يقوم لا خلاص يومين أو تلاتة راحة سلبية احنا بننصحه بيها وبعد كده بيرجع حياته بشكل كوي دكتوري انا بشكرك جدا طبعا فكرة التكنولوجي والعلم الحديث والطب الحديث اللي بيقدم حلول فعلا جزرية لحاجات كنا بنشوف ان هي فعلا محتاجة جراحة والفكرة وان انا اخد قرار في حاجة زي كده بيبقى صعب جدا على المرضى بشكو حيك قوي النهاردة يعني فهمتنا طبعا ووريتنا حلول جديدة وحديثة عن علاج الغضروف دكتورة مية محسن رئيس قسم علاج القلم التداخلي مستشفى جران مؤسس عيادات باينلس ماجستير علاج القلم التداخلي بكلية طب جامعة القاهرة طبعا طب الأصل يعني بشكو حيك جدا وجودك معنا شرفتنا يا فندم جدا شرفتنا يا فندم جدا شرفتنا يا فندم جدا شرفتنا يا فندم خالص مشاهدينا خلص حلقاتنا النهاردة على وعد دائما بحلقات مفيدة مع برنامجكم صحتك شرفتنا يا فندم جدا 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 شرفتنا يا فندم جدا